سيدة ايمان بو طالب خبيرة في المواد الطبيعية لا ايمان مرحبا بيك معنا مرحبا بالجامع واشيكم بروكة الله يباك فيك فخليني غير يعني غير نوصف احنا يا هاد القلسة اللي قالتين للسادة المستمعين عنا المخرة ديال العود وديال سر غينا والظهر بسلام تكون علينا وغير ما بسلام تكون علينا فاحنا يبدينا نحي وتوقوس ليلة القدر ولو ان نبقتلها ان شاء الله يومين او ثلث ايام ان شاء الله بحول الله اذا لا ايمان احنا يبغينا نتكلم فعلا معاك على هالطقوس هذه اللي هي معروفة بزاف المغرب انا عارفة بان كل الدول العربية والمسلمة هي تحتفي بليلات القدر لكن كل واحد عنده عادات وتقاليد اللي هي خاصة به والمغرب عنده عادات وتقاليد اللي هي خاصة اذا شو ممكن تقولنا على هاد الليلة هاد الليلة احنا كنا نعرفه كاملين على ان رمضان تكون الام والمهم العائلة كلها يكونوا مشغولين برمضان بتوجد الفطور بزاف ديال الحويجات دائما كان ننساو ان عنا اطفال في الدار فهد العادة ولا هد التقاليد اللي دابا غدين هدروع لها حاولوا باش يخرجوها قديم يعني جدود جدودنا كانوا كي يهتموا بوليداتهم شغطوا ما بين 26 و27 الليلة ديال 27 الليلة 25 مع الليلة ديال 27 هتا كتكون كانوا كي يفرحوا بالوليدات يعني بحالة يعطيوهم تيهتموا بهم شي شوية يعني ما تيخليوهم شي ضايعين وخصوصا تظن الوليدات او البنتات اللي هما ما بقى لهم وروا يصوموا يعني يوصلوا لسن ديال لانهم حق عليهم الصيانة هادي هيا هادي هيا لاش دارت هادي الليلة ديال 27 سختوا الدراري اللي يا إما بلغن في واحد السن قليل يعني صغير وما صغير يا إما سي الوقت عفوا البنتات عشر سنين حداش العام ستكون البنتة صفي سي الوقت ديالة بيانقر فهدك هو هاد شي علاج تيد دار دارت هاد العادة وهد التقاليد لو باش نفرحوا بهذاك البنتات ولا هادك الوليد هو هاد 27 سختوا سختوا بالنسبة لبنتات فهما اللي كنحببوهم في الصيام كنحببوهم في توجه تبلغ خصوصا أن البنتة رات تبلغوا هي صغيرة كان بنت لي هي بالغات وهي عند عشر سنين أو تسع سنين يعني بخلاف الولد اللي ربما تيوصل لربعتاش العام تيكون ثلاثة العام إذن هنا يكي يكونوا مهتمين بزا في البنتة الطقص ديال هادك شي كي يدار شي حاجة اللي هي زوينة يعني يمكن لي غادي في هذا النهار غادي نعود لكم على كيفاش دوز أنا صغر ديالي ولا الناس صحابتي ولا الجيران ولا ولا حيث هاد العادة تنأكد علي وكن نظر عليها بزاف كانت موجودة بزاف الموضل القديمة وفي المدينة الدخل يعني يعني في قلب المدينة تنقله في قلب المدينة سيسا فعني هادو كانوا عندهم طقص شكل والناس اللي كانوا ساكنين في صند خفيل كان عندهم طقص بشكل هو نفس 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 الاهتمام بالطفل ونفس بزاف ديال حوية ولكن تيكون هادوك الناس ديال المدينة تيكون شي شوية مع الجيران مع فمتي العائلة كيتجمعوا يعني هاداك النهار كيكون سبيسيال تنفرحوا بالابنتات والوليدات ديال الليلة ديال 27 إذن حن يريد نعرفون يعني الفرحة ديال هادالناس اللي هما مزانين في المدينة التقليدية والقديمة وأكذلك الفرحة ديال الناس اللي هما والمدينة وشنو الفرق اللي بينتهم إذن لا لابغا تتكلمني على ذيك النهار بعدها أنا أبغا نعرف ذيك النهار يعني rady تحكي لنا من النهار يعني منيتات صبح ذيك الأم فدارها وذيك اللبنيةة قبما مصايمة باش شتبدا شنو تيبداو في النهار بعد تتكون قبل 1-3 أيام الأم مشغولة بتوجد القفاتنات والقنادرات والأشياء اللي بنيتت فإحنا هنا كيف تنقول دائما تنحتفي وكذلك في هذه الليلة باللبس المغربية دينا وبالأطباق التقليديات غير نعرفوا شو ما الأطباق اللي تدرو في ذيك الليلة قبل بيومين ولا 3 أيام الأم تتكون مشغولة هي والعمات والخالات والأشياء تكونوا مشغولين كيوجدوا اللي بنيتت العائلة القنادرات والقفاتنات وهذا شيء علش باش نهار يعني الصبح ديال 26 تتكون البنيتا كان وجدوها سنقولولها شوف اليوم غدين هتصوم إن شاء الله لا هتصوم 27 صبح ديال 27 هو الصيام ما احنا قبل بليلة يعني 26 نهار ديال 26 هذك النهار لهذك هي كان وجدوها فلا را هاشنو غدين ديرو هاشنو غدين فعلو هاشنو غدين تركو هاد هاد توجد شنا هو تتوجد لها القفاتن أو للبيسة أو للقنادرا هاتشي تكون منزل هناشنو علاش كتحببه أنا غديني غادين تصوم شوفي شنو غادي تلبسي يعني شوف الصغر كيف الشي يكون يعني كتحببه فات الشهر الكاريم هو الشهر الكاريم ينسر ولكن تدال بنيتا تتقول لها شوف غدين شاء الله غادي تصومي غادي تلبسي القفطان غادي نجيب لك الكافة غادي نحني لك غادي غادي هنحبطك الباب مولا يدري السيطة وحنا عموما البنيتا تنعك فهم تحمقوا على اللي يلبسوه على اللي دغو الماكي يا جل هاد كالنهير بحال اللي كان نهتم وكان طرهم واحد لا اتيمام خاص ديالولم هاي دي الحاجة اللولى تتكون دائما الام وجدة الحلوية اللي كتبغي داك البنيتا أولاداك الوليد حاجة تالتة تتكون دايرا مع الحناية أنها انهار الليلة ديالستو عشرين لديها 27 لديها 26 ستحني لها ستحني البنيتة أو البنيتة جيران حيث شحال هذه كانوا جيران كانت دار وحدة تجمع كل مدينة القديمة البنيتات اللي كانوا خصوصا في سنة وحدة فكلهم تجمعوا في دار وحدة كل شيء يجمع في دار وحدة كتجي الحناية فأنا أقول لكم الوقت اللي كتجي فيه الحناية تيكون بزاف ديال الحويجات يعني الدار دا كل نهار القيامة نايدة فيها مش حاجة زوينة إيا الفرحة كيف تنقولو الفرحة ديال التوجاد وديال التحداق ما تيكون تا واحد عين ما تيكون سفهم شغولين بنيتة غدا غادي تصبح لنا صايمة شغن ديرو غا شغن نفعلو ألو انهار هنا نقول لك انهار 26 تيهدرون تيجيبوا الحناية تيلبسوا لبنيتة القفايطن حتى انهار 26 تيلبسوا لها القفايطن تيديروا لها الحنا هاديك الحنا دائما كانت بوعو حد تقوص ديالنا خاصة تكون حنا بلدية إذا خاصة تكون بزواق ماشي غا حنا غا هكا كم طلية خاصة تكون لحنا بلدية ما كيتزوق ليبدينو رجيلات حدا هاي فوقاش كنحنيو ما كنحنيوش في النهار مني كيسا ليو صلا ديال لعشا وصلا التراويح كيكونو ديالين مع الحناية تباع لاش هاتشي لبقى أنا تأنا هيقلبت أنا كنت كعقل على هاتشي ولكن ما كنش نعرف علاش كنك نبقاو حتى الصحور باش البنيتة تصحر باش تصبح صايمة ل27 27 إذا نحن مازالي متبعين معك إيمان هاد القصة هادو هادو الحكاية ديال ليلة 27 وديال التقوس والعادات ديالنا اللي ان شاء الله يعني التقوس أنا رائعة بنسبة لي أحرام إلان داترت هاد التقوس ديالنا إذا نخليكم معنا مستمعين الكرام للاتصال بنو باشتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر